موسيقى موسيقى هل اقتربت زوال اسرائيل طبعا احنا مؤمنين ان اسرائيل دي في الاول وفي الاخر الكيان المزعوم اللي هما عاملينه في الاول وفي الاخر هينهار وهيسقط احنا كم مسلمين مؤمنين بكده لكن الكلام ده طالع من مين المراضي تخيل الكلام اللي هتسمعه ده وهقولهولك بالتصريحات بالارقام بالبيانات بكل حاجة اللي بيقوله مين اللي بيقوله الاسرائيليين نفسهم تفاجأنا يومين اللي فاتوا ان فيه الى كبير داخل الحكومة الاسرائيلية وداخل المستوطنات اللي هما عاملينها بيقولك ان النار فيه نار جواهم مشتعلة جوا المجتمع بتاعهم اللي هما عاملينه وعندهم لعنة دي برضو حاجة ما ظننا شربتين من حضراتكم يعرفها عندهم لعنة العقد التامن طبعا احنا عارفين تاريخيا على مرة تاريخ من ساعة ما اليهودية دي نزلت لم تقام دولة لليهود الا ثلاث مرات ثلاث مرات عمي واخيرهم المرة اللي هما مسميين نفسها اسرائيل الدولة اللي عاملوها اللي اسمها اسرائيل ومرتين تانيين كان منهم مرة ايام نبي الله داود اشوف تخيل من ايام نبي الله داود لم تقم دولة لبني اسرائيل الا في عهدنا ده الا في العصر بتاعنا ده عشان اقولك العصر بتاعنا ده من اضعف العصور للمسلمين او من اشأم العصور اللي مرت بالتاريخ حتى اليهود عملوا فيها دولة يعني هما بيتكلموا عن الموضوع ده بيقولك ايه بيقولك اليهود اللي عمرهم عملوا دولة يعني كل التقارير وهم ذات نفسه اليهود اللي عمرهم عملوا دولة جم يعملوها دلوقتي على في العهد بتاعنا او في الوقت بتاعنا ده شوف احنا بقينا هشين ازاي لرعبهم بقى من الموضوع ده ايه ان المرتين اللي اقاموا فيهم دولة كيهود الدولتين بتوعهم وقعوا في العقد الثامن يعني قبل ما يكملوا التمانين سنة قبل ما دولتهم تكمل التمانين سنة اسرائيل دي بلد ايه اتنين وسبعين تقريبا حاجة في السبعينات لسه ما كملتش التمانين والدولتين الوحيدين اللي قاموا لليهود وقعوا وسقطوا قبل ما يكملوا التمانين لكن في خلال التمانين يعني من السبعين للتمانين ودلوقتي اسرائيل كيان المزعوم الاسرائيلي عايش في الفترة دي في الفترة اللي هما مسمينا لعنة اليهود الخوف كله دلوقتي من ايه؟ ان اللعنة دي تصيبهم دلوقتي في العقد او في العقد الثامن اللي احنا عايشين فيه بالنسبة لك وطبعا هما شايفينها لعنة لكن احنا شايفينها ان هما هيسقطوا هيسقطوا يعني هيسقطوا وبيت المقدس ده هيرجع لنا وفلسطين دي هتبقى عربية وهتبقى اسلامية عشان كده اتفاجئنا بنفتالي بنت رئيس الوزراء الحاكم بتاع اسرائيل طالع بيقولك ايه؟ عبر ان يفتالي الكلام ده من يومين كلام ده مش بقولكو طبعا كتير منكم مش هيبقى مصدق الكلام ده لانكم مش داريانين ما انا بقولك فيه حاجات بتاع حصل حواليك عشان كده بقى مؤتم ان انا جيبلك من بره ومن جوه مش ما نتكلمش على مصر بس لازم اجيبلك الحاجات المهمة اللي بتحصل حواليك بره اللي تطمنك اللي تتفقلك اللي اتعرفك ايه اللي بيحصل في الدنيا ما تبقاش محبوز في البنزين عندنا زاد يا علوة اسيسي قال كلمة يا علوة وزير التموين وزير المالية خدنا قرد لا لازم تبقى شايف صورة كاملة عبر انفتالي بنت عن تشاقومه رئيس الوزراء الاسرائيلي اذا مستقبل اسرائيل ووجوده في ظل الخلافات الكبيرة بين مختلف الطيارات السياسية وقال اسرائيل تقف الان امام اختبار حقيقي وتشهد حالة غير مسبوقة تقترب من الانهيار ونواجه الان مفترق طرق تاريخيا طبعا هو بيتكلم ان الهيار ده هيحصل ليه لان زي ما قلتلك في البداية في تفكك داخلهم يعني المجتمع بتاعهم والحالة السياسية اللي هم عايشينها المعارضة عملا بتضرب في اللي موجودين بيحكوموا دلوقت واللي موجودين بيحكوموا دلوقت دول بيدربوا في دول وده بيدرب في ده وكان فيه اخبار ان الحكومة الحالية بنسبة كبيرة احتمال تسقط وكل الازمات والضرب ده جاي في انه حقبة في العقد التامن اللي هما شايفينه ان ده بالنسبة لهم يعتبر لعنة على دولة اسرائيل والدولة اليهودية وقال الافتالي بنت لقد تفككنا سابقا مرتين بسبب الصراعات الداخلية الاولى بعد 80 عام المرة الاولى اللي تفككت فيها دولة بني اسرائيل دولة اليهودية كانت بعد 80 عام من التأسيس والمرة الثانية كانت بعد 77 عام من التأسيس وزي ما قلتلك دول المرتين اللي في تاريخ يهود اللي عملوا فيهم دولة اول واحدة اتفككت بعد 80 سنة من تأسيسها تاني واحدة فككت بعد 77 احنا دلوقتي بنتكلم ان اليهود من 48 يعني اليهود دلوقتي 74 سنة تقريبا 74 سنة تقريبا عاملين الدولة بتاعتهم فخلاص الوقت اللي هما فيه ده ما قامت لهمش دولة عمرهم في تاريخهم ساعة ما ربنا نزل التوراق ما تقامتش دولة اليهود وزادت عن 80 سنة هل المرة دي هتزيد لو جيت بصيت على العالم مفيش حد يطلقه مفيش حد يسقطه مفيش حد يهلك الدولة دي ويخسف بيها الارض سوى الله طبعاً لكن انا بتكلم علينا احنا كمسلمين مفيش خالص ونحن لاننا عيش في حقبتنا ثالثة ونقترب من العقد التام لها ونقف جميعاً امام اختبار حقيقي فهل نتمكن من المحافظة على اسرائيل ده بيتكلم بقى الشعب المستوطنين خطاب بقولك اسرائيل عايش افروح لذلك الموضوع ده اكتر المعلم رئيس الوزراء الاسبق ايهود باراك المعلم ده طالع عمل اتكلم فيه دي عود احرانوته عمل كده زي تقرير قالك ايه ابدي تخوفي من قرب زوال اسرائيل مين اللي بقول كده جدعان هم هم احنا خايفين ان اسرائيل هتنهار ابدي تخوفي من زوال من قرب زوال اسرائيل ابدي مخوفي من قرب زوال اسرائيل قبل حلول الذكرى التمانين بقولك عملانهم لعنة عمر ما فيه دولة قامت لهم ممكن تقولهم المرة دي وتكمل اه لان احنا متقعسين احنا مفلقسين أبدي مخوفي من قرب نهاية وزوال إسرائيل قبل حلول الزكرة الثمانين لتأسسها مستشهدا بذلك بالتاريخ اليهودي الذي يفيد بأنه لم تعمر لليهود دولة أكثر من ثمانين سنة إلا مرتين في التاريخ قرى منهم فترة الملك داود وفترة الحشم نائم وفي الفترتين تفككت دولتهم في العقد الثامن لحكمها وأضاف قائلا أن تجربة الدولة العبرية الصهيونية الحالية هي التجربة الثالثة لنا وهي الآن في عقدها الثامن وأخشى أن تنزل بنا لعنة العقد الثامن كما نزلت بسابقتنا سؤالي علوة هو إيه اللي بيحصل جواهم مخوفهم ورعبهم أوي كده خلينا أقولك اللي بيحصل جواه إسرائيل دلوقتي جواه الكيان المحتل تسعى المعارضة الآن لإسقاط الحكومة الحالية بتاعت نفتلي بنا عبر العمل على استقطاب نائب أو أكثر من داخل الاقتلاف الوزاري وهو ما من شأنه أن يسقط الحكومة على الفور شوف ربنا فيه كده مقولة جميل أوي بتقولك إن الله ينصر الدين بالرجل الفاجر طبق بقى دي يعني رجل فاجر دولة فاجرة حزب فاجر حكومة فاجر يعني طبق دي على كل المستويات إن الله هينصر أو يدعم الدين بالرجل الفاجر تقولي إزاي حايله؟ الرجل الفاجر هيدعم الدين بتاعنا إزاي حايله؟ أقولك يا حبيب قلبي حايله هو بيبقى فاكر إنه هو بينصر نفسه على حساب الدين أو هو بيفكر إنه كده بيحارب الدين لكن هو يمكرون ويمكر الله يعني المكر بتاعه فيه مكر تاني فوق مكر أقوى مكر مكر ربنا ربنا دلوقتي مصلت عليهم أنفسهم بيقولك إيه؟ تسعى المعارضة الآن لإسقاط الحكومة عبر العمل على استقطاب نائب أو أكثر من داخل الاقتلاف الوزاري وهو ما من شأنه أن يسقطها على الفور قال بنت أننا وصلنا في عام واحد لأصعب لحظات الإنحطاط التي عرفتوها على الإطلاق فوضى ودوامة انتخابات لا تنتهي وشل الحكومي ومدينة اللد وعكة تحترق من الداخل في ظل وجود حكومة عاجزة ومتنازعة وتقديس الرجل الوح بيقولك الدنيا مبادلة؟ بيقولك إن جواهم ذات نفسهم فيه نار المعارضة عملة تدرب الحكومة تقوم الحكومة الشاحنة المستوطنين ضد المعارض تقوم الفلسطينيين داخلين يد يابد الكلب انته وهو مخلصين الحورات زي ما أنتوا فهمين بيعملوا إيه فالدنيا جواه ونفسهم مولح وناشد بنت الأغلبية الصامتة دعم حكومته حتى لا تعم الفوضى بيكلم حزب الكنبة زي حزب الكنبة اللي عندنا كان بلقم حزب الكنبة الأغلبية الصامتة ادعاموا الحكومة الحسنة تقع ولو وقعت الحكومة إسرائيل ستنتهي فيه بقى كامل استطلاع رأيي عاملاغهم مؤسسات داخل الأسر داخل الكنبة المحتلة نفسه ودي قوة المزاعم بتاعتهم والتخوف بتاعتهم اسمع أطلع بص الاسرائيليين مش عايزين يعودوا فيها يعني المستوطنين مش عايزين يعودوا في اسرائيل نفسها وعايزين يمشوا ويسيبوها خصوصا الأعمار بتاعت الشباب وده فضل مين ده فضل مين ده فضل المقاومين الفلسطينيين اللي مش مخاليينهم عارفين يتهنوا بالأرض بتاعتنا فلسطين اسمع أظهر استطلاع رأيي لصحيفة إسرائيل اليوم الشهر الماضي أن 69 من المستوطنين يخشون على مصير إسرائيل 69% من المستوطنين 69% منهم يخشوا وخايفين على مصير إسرائيل الكيان بتاع خايفين على مصيره يعني إيه يعني شايفين أن مصيره إلى زوال يخشون على مصير إسرائيل و 66% منهم لا يثيقون بشرطة الاحتلال مش متطمنين معاه شرطة الاحتلال دي لو شوية فلسطينيين على شوية مصريين على شوية كويت على شوية جزائريين ومغربة وتوانسة وقفنا كده مع بعض هنمحي هنمحيون كله يقول لك 66% منهم لا يثيقوا في الشرطة الإسرائيلية وتسعة وستين لا يخشون على مصير إسرائيل يارون أن مصيرها إلى زوال تطلع رأي أخر عملته حركة الأمنيين بعد العمليات الفلسطينية الأخيرة عشان كده بقول لك العمليات اللي بتتعامل من من الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة رعباه حتى لو يعني بص انت شايف حاجة صغيرة تخيل انت قاعد كده في بلد أو بلد من بلدك وكل شوية تلاقي صحاب البلد اللي انت جيت احتلتها داخلين بيقتلوك أو بيقتلو كم واحد منك انت مش تبقاعد متطمن مش هتتهنى مش هيبقى فيه أمان وأمن وأمان وده اللي حصل دلوقتي قاعدين خايفين خايفين يتحركوا خصوصا ان فيه عمليات حصلت في قلبهم في قلب الأراضي المحتلة قلب الأراضي اللي متأمنها يعني المفروض ان هي التأمين كله في إسرائيل أراضينا المحتلة فقاعدين مرعوبين وخايفين ان ممكن في لحظة البلد الكان اللي هم عاملينه ده المحتل الإسرائيل يتهد وينهار ده مين هم اللي بيقول تقال لك استطلاع رأي أخير عملته حركة الأمنيين بعد العمليات الفلسطينية الأخيرة 40% من المستوطنين يخشون على مصير دولة إسرائيل ده استطلعت رأي آخر غير اللي استطلع لسه إليك عليه فالحركة دي قلت لك 40% من المستوطنين يخشون على مصير دولة إسرائيل واللي استطلع الأول كان كام كان 69% منه و 66% من الإسرائيليين من عمر 18 ل 24 سنة يريدون مغادرتها الشباب العمر الشباب ليه؟ لأنهم ما عندهمش عقيدة يعني تعالي شوف الشباب بتاعنا والشباب بتاعهم الشباب بتاعنا المسلمين عندنا عقيدة ولا لا بيقولك من 18 ل 24 طبعا مش الشباب اللي موجود دلوقتي بتاع حم وبيكة والوجز والعبط ده بتكلم على الشباب بتاعنا يعني زمان المسلمين يعني من 18 ل 24 سنة تلاقي الوقت طالع من لومة ربي صح عنده عقيدة تلاقي يقولك أنا عايزي اروح حرر فلسطين إنما عايزين يعيش الشباب الإسرائيليين دول عايزين المستوطين عايزين نعيش عايزين نتنعم بالدنيا تلاقي الوقت عايزي يقولك أنا عايزي روح أمريكا يا عام أنا إيه اللي يقعدني هنا في أرض المحتلة وكل شوية الفلسطينيين يجوا يعملوا عملية وخوفون يا عام مش عارف أنزل الشارع ولا عارف أروح أصهر ولا عارف أروح أصاحب البت ولا أتجوز ولا أقل مش عارف شوفوا تأثير العمليات اللي بتحصل رعباهم عشان كده يريدوا إن هما يقللوا أعداد الفلسطينيين مقارنة بأعدادهم عشان الأعداد اللي هتغلب هي دي اللي هتنتصر في النهاية الأعداد الأكبر هي اللي هتنتصر في النهاية 53% من الإسرائيليين من عمر 25 ل34 سنة يريدون هم أيضا مغادرتها يبقى 66 من 18 ل24 سنة و53% من 25 ل34 سنة كل دولة عايزين يسيبوا إسرائيل كان المحتل وأراضينا ويسيبوها ويهاجروا يروح يجوا هنا أمريكا الأغلب بيتكلم على أمريكا وأوروبا بس طبعا أمريكا الاختيار الأول طبعا إحنا كمسلمين المفروض ده عندنا يقين حاجة يقينية راحوا ولا جم اتأخرت أو قربت كده كده إلى زوال ودولتهم البزعومة دي ستنهار وبيت المقدس وأراضينا الفلسطينية هترجع للمسلمين يا ابني فوقك فلسطين ومصر فوقك كلام البتاع ده كلها مفروض دول كلنا مفروض احنا نبقى فلسطينيين وجزائريين ومغربة وتوانسة ومصريين كلنا المفروض ده دولة واحدة ده المفروض التأسيم اللي قومها عاملينها دي فوقك من فاكر لما كنت بقولك قسموك عشان يفرقوك تلاقي الوادي يقول أنا جزائري انت مين يا مصري انت مين يا تونسي أنا مغربي انت مين يا أردني قسموها قسمونا عشان يفرقونا نعم احنا كده كلنا واحد انا جزائري وانت تونسي ومغربي وانا اردني وكويتي كلنا المفروض عرب ومسلمين دولة واحدة ده كان موضوع اسرائيل والرعب اللي هما عايشين فيه دلوقتي وهيفضل الرعب ده مستمر حتى زوالهم بإذن الله تعال بقى موضوع اخر سريع كده الود بتاع كوريا الشمالية وبايدن في حاجة كده بتحصل برضه في العالم زي بقولتلك بحبك اخليك كده على ضراب اللي بيحصل كل الحاجات المهمة منها مش كل التفعات يعني الود بايدن هيموت ويكلم بتاع كوريا الشمالية وبتاع كوريا الشمالية مصدر له الطرش لدرجة ايه ان الادارة الامريكية بعتت الود ده كيم جونج اونج ده بتاع كوريا الشمالية الود المخبول ده اللي كل شوية تلاقي يقولك ضرب صاروخا نوويا وعمل تجربة نووية في البحر تسمعونتو الاخبار دي تقريبا بشبه يومي فبايدن الادارة الامريكية عايزة تتواصل مع الراجل ده مفيش اي تواصل بينه عايزة تفتح اي قنوات انتصار مش البلد اللي هناك دي جدعان كوريا الشمالية دي مغارة كوريا الشمالية دي كنت تسمع لوحد كان رايح كان زي كده مش فاكر كان رايح سياحة او شغل حاجة كده يعني مش متذكر قوي كان كاتب تجربته بيقولك كوريا الشمالية دي الناس اللي فيها فكرهم ان الجيش بتاع كوريا الشمالية قاعد بيحارب بره وما طبعا قاعدين كده مقفول عليهم لا فيه تلفزيونات ولا يعرفوا اي حاجة عن بره ولا فيه فيسبوك ولا الكلام ده خالص بتوع كوريا الشمالية دي دول قاعدين مقفول عليهم ومفهمينهم جوه ان الجيش بتاعكم بيحمي الاشرار اللي بره كوريا وهو اللي بيحكم العالم والعالم ده ما فقوش غيركم ده فكر بتوع كوريا الشمالية اي حد هتقول لي علي ممكن اي حد يروح هناك يقول لهم الحقيقة لا ده ما بيحصلش اي حد بيوصل هناك بيستقبلوا واحد من الامن طبعا عشان تاخد الفيزا دي انت محتاج معجز لكوريا الشمالية اي واحد بيوصل هناك بيستنى واحد من الامن في المطار ياخده ويفضل واقف معاه ممنوع تصلي ده ولا شيوعات مفيش تعبد ومفيش صلاة وعبادة والكلام ده هناك يتعبدوا في مين في الرئيس في القائد بتاعهم اللي هو الودي اللي اقرع الظلبات اللي هو كيم شونج جونج ده هو ده بالنسبة لهم الاله هناك وعندهم قناة واحدة قناة واحدة كل يوم شغلة 24 ساعة ما بتجيبش غير خطابات كوم شونج اون بتاعهم قائد بتاعهم ده يعودوا بقى ايه عارف انت زي خطابات الزعيم جمال عبدنداز تلك التلفزيونات كلها شغلة كوم شونج اونج يلقي خطاب كوم شونج اونج يروح احتفالية مش عارف ايه كوم شونج اونج مجمع الاطفال الكوريين وبيبوسوا ايده وبيزجدوله يعني ده بالنسبة له ما هو الاله هناك اللي عايزك تعرفه من الموضوع ده انه كوريا الشمالية مقفولة جدا عن نفسها اللي جوا ما يعرفش ايه اللي بيحصل برا واللي برا ناديرا جد يعني حتى امريكا صعب عليها تعرف البلد دي بيحصل فيها ايه جوا ومش بيطلع منها غير اللي هم عايزين يطلعوه علشان كده بايدن بدأ او امريكا بدأ التحاول يا جباعة ما تيجوا ان نعمل اي حاجة بيننا عايزين بس نفتح اي قناة اتصال علشان كده فجئنا بتقرير من يومين بيقولك ايه بايدن يحاول التواصل مع كوريا الشمالية لكنها لم ترد عليه حتى الان شوف حاجة زي كده تعجبك يعني شوف الراجل ده قاعد حاكم البلد دي ازاي ومش بخليها محتاجين بيأكلوا ايه بالمناسبة سيتا قولوك بيأكلوا كل حاجة اي حاجة بيشوفوها ماشية بيأكلوها لازم يكافوا نفسه ما عندهمش بقى عولمة واستراض وطب ما عندهمش الكلام ده بيزراعوا او كل حاجة بس مكافين نفسه شوفوا الدولة دي تدرس عايشين مع نفسهم مكافين نفسهم اقوياء العالم خايف ومرعوب منهم انت مش خايف من كوريا الشمالية طبعا ممكن يسحى الصبح ابن المجنونة يقوم مديع صواريخ نوية ومخلص على الدنيا كلها فقاعد مع نفسه ورعب العالم والعالم بيخبط على بابه وبيلهث ان هو يعرف عنه معلوم اسمع قال مسؤول رفيع المستوى بالخارجية الامريكية كلام ده من ساعات قال مسؤول رفيع المستوى بالخارجية الامريكية ان ادارة بايدن حاولت التواصل مع كوريا الشمالية في مايو لكنها لم تتلقى اي رد منه ولحد دلوقتي الامريكان قاعدين مستنيين الكوريين الشماليين يردوا على الخطابات اللي هم بعتوها تخيل ده بقى السيسي اول اول ما بيسمع خطاب من بايدن او من البيت الامر بيعمل ايه بايدن بعتلي خطاب بايدن بعتلي خطاب زغراتي يا بنت يا انتصار مش كده ويجيب الواد محمود بقى يطهره اما بايدن بعتلي خطاب بقى مش كده الواد بتاع كوريا الشمالية ما بعتله خطاب وحاولت امريكا تتواصل معاه وهو اللي مش راد ده ما ردش عليهم لحد دلوقتي وقاعدين مستنيين وكل شوية بعتوله يأكدوله عايزين تطمينه الخطاب وصل لك طيب يا بوكيم شونجو اونجو ولا لا يمكن بس ضعف السكة ولا حاجة ولا تاه فكل شوية يبعتوله عشان يتواصلوا معاه والباشا مصدر لهم الطرش كمل كشفت سين هن عن الممثل الامريكي لسياسة كوريا الشمالية في واشنطن بأن الولايات المتحدة تعتقد بأن كوريا تستعد الآن لإجراء تجربة نووية شوف بقى هو ده اللي بقولك علي امريكا حتى امريكا مرعوبة منه اللي انت مش متوقعه هتخاف منه لانك ما تعرفش ممكن يعمله ايه بكرة انت ما تعرفش ممكن يصحى الصبح مزاجه مش رايق يوم ضرب لك مش عارف كم نوي هنا وهو مش خسران حاجة بالعكس هيقول لشعبه ده القائد اللي مسيطر على العالم زي ما هم فهمهم دلوقتي فالسينيان بتقولك انه هم نمى لعلم الإدارة الأمريكية انه هم بيستعدوا لإجراء تجربة نووية ويحاول بايدن التواصل مع كوريا لمناقشة التعاون المحتمل بشأن القضايا الإنسانية بما في ذلك التعاون بشأن فيروس كورونا تقول لي يا عيلا اه ماله اه 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 بايدن بكوريا الحوار مش فيروس كورونا ولا قضايا الإنسانية أمريكا عايز ان تخش له بأي حجة من أي باب ما هو ما نفعش يخش له من الحرب ولا نفع يخش له من النووي هيخش له من ايه قال لك يا باشا تعالى يا باشا هنا عايزين لعمل معاك اه 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 قضايا إنسان تعاون إنساني عشان القضايا إنسانية وبالمرة فيروس كورونا هندي كم مصل هندي كم مصل كده وكم لقاح يزبط لك الاداء يعني فبتقولك امريكا تحاول التواصل الان لمنقشة التعاون المحتمل بشأن القضايا الانسانية بما في ذلك التعاون بشأن فيروس كورونا حيث اكدوا ان هذه الجهود تأتي بعد محاولة ادارة بايدن المتعددة للتواصل مع كوريا بشكل مباشر او من خلال طرف تالت وحتى الان لم يتم الرد عليه يعني بقعدت لهم طرف تالت عارف لما انا وانت عايزين نعمل اتفاق بس مش عايزين قابل بعض فنوكل طرف تالت هو اللي يقوم بكل الاجراءات ويبقى هو همزة الواصل بين بتقولك ان امريكا شغلة دلوقتي بتبعت لهم بشكل مباشر وشغلة من حتة تانية بتبعت اطراف تالتة اطراف على توافق مع الاتنين مع كوريا وامريكا بينقلوا للكوريين ان امريكا عايزة تشوفك يا باش عايزة تقعد معاك يا باش شوف يوف امريكا بتتحيل على مين ليه بقى خد من دي انا ليه ذكرت لك الموضوع ده شوف تاخد منه عبرة عبرة في حياتك امريكا اللي بركع العالم اللي السيسي والحكام العرب بيلحسوا جزامها ونفسهم تكلمهم شوف بتاع كوريا الشمالية عامل فيها ايه بتتحيل عليها عشان تكلمهم شوف بقى القوي ده ده المثال شوف القوي حتى لو قوي في الغلط مش ده مش ده مش ده هدفي شوف القوي بيركع الجميع قدامه ازاي بيركعهم حتى لو هما ضده وهم عايزين يسقطوه لكن هيتطروا ان هما يركعوا قدامه حتى لو مراكعوش هيفضلوا محترمين وعملينه مليون حساب شوفوا هو ده المفروض اللي احنا نكون عليه لكن احنا لما نزلنا نبوس الجزم ربنا اهننا بقينا مهنين في الارض بقال الامريكان حتى الان لم تستجب كوريا ولم تظهر اي مؤشر لاهتمامها بالتواصل معنا يعني مش مهتمين حتى ولا طب اعملونا بالنور بالكشف كده طيب لو عايزين لو مش عارفين ترد وعارف انت ازاي بقللك حتى الان لم تبدي اي مؤشر ان هي عايز تواصل معنا ولا مهتمة وبدلا من ذلك فجئنا بزيادة ملحوظة في تجارب الصواريخ الباليستية يعني فجئنا ان هما بيعملون حال غريبة جيد احنا نبعط لهم لهم عايزين نتكلم معاكم يقوم هما مزودين التجارب بتاعت الصواريخ الباليستية بتاعتهم فهل ده رد من كوريا الشمالية ان احنا مش هنقعد معاكم يا امريكا احنا قوية هلا كل ما امريكا تبعت لنا يقوم هما ضربين صاروخ باليستي مجربينه كرد على امريكا بشكل غير مباشر شوف القوة أمريكا بيقولوا ايه لدينا اعتقاد ان كوريا الان تستعد لتجربة نووية لكن ليس لدينا اي معلومات محددة حول التوقيت الدقيق لهذه التجربة مش بقولك الروع بيجيلهم ليه انه ما عندهمش معلومات المعلومة دي قوة معلومة في كل حاجة قوة أمريكا ما عندهمش معلومة من كوريا الشمالية لانهم قفلين عن نفسهم جامد ولا يعرفوا عنهم حاجة تقريبا لكن بيقولك احنا عندنا اعتقاد ان هما هيعملوا تجربة نووية بيقولك لدينا اعتقاد ان كوريا تستعد الان لتجربة نووية لكننا ليس لدينا معلومة بالوقت المؤحد فعايزين نخشونهم باي طريقة عشان نحاول نجيب منهم معلومة ما الامريكان لو دخلوا في زيارة او حاجة هيقدروا يزرعوا هناك جواسيس ويجيبوا المعلومة بطريقتهم معرفتهم كما اكد الامريكان ان كوريا اطلقوا 8 صواريخ باليستية من اجزاء مختلفة في البلاد خلال عطلة نهاية الاسبوع الماضي فقط كوريا كانت ضربة لها 8 صواريخ باليستية على العشاء وهذا عدد كبير جدا وغير مسبوق ورغم استفزازات كوريا المستمرة الى ان ادارة بايدن مستعدة للتعامل معها دبلوماسيا بدون شروط مسبقة اسمع بقى اسمع بقى ادارة بايدن جيش الامريكي امريكا امريكا سعيدة العالم بتقولك ايه احنا جاهزين يا باشا ان احنا نتعامل معاك يا كيم جونج بونج لونج احنا جاهزين نتعامل معاك ومش هنحط اي شروط مسبقة يا باشا ده انت باشا البشوات شوفوا الاحترام احترموا ليه لانه قوي امريكا بتقوله تعالى اعط معنا والله النبي يا باشا تعالى اعط معنا يا باشا احنا خايفين من تعالى اعط معنا يا باشا ده انت ابن مجنونة انت قوي جد تعالى اعط معنا ومش هنحط لك اي شروط مسبقة شوف الامريكان بيجروا وراهم على العكس تماما احنا بقى ده احنا بنلحظ جيزا من الامريكان عشان الود سيسي بينام يصحى يحلم ببايدر عشان يرفع السماعة ويتصل بيه شوف الفرق عشان كده بقولك لازم تبقى قوي لازم تبقى دولة قوية تحاتها بس يبقى ليك كلمة والدنيا كلها تحترمك لبقى لك ان كل اللي كوريا فيه ده من قوة وعايزين انه نبي نتعامل معها وايه عندها عليها عقوبات من 2006 مجلس الامن الدولي فارد عليها عقوبات من 2006 ومع ذلك مكملة وبتقوى وعملة بتطور وبتعمل اسلحة يعني بيقولك منذ 2006 تخضع كوريا الشمالية لعقوبات اقتصادية وتجارية وعسكرية كبيرة حيث يصدر مجلس الامن الدولي سنويا لكل سنة كده بيشربوا القوة ويصدروا نفس العقوبات يجددوها يصدر مجلس الامن الدولي سنويا هذه العقوبات بسبب برامجة نووية ومع ذلك البلد لسه وقف الدولة الكورية دي الشمالية لسه وقف والتقوى والامريكان اللي بيفرضوا عليها عقوبات نفسهم يتكلموا معاها حتى الامم المتحدة مرعوبة منها يقولك حذرت الامم المتحدة اخيرا من مساحي كوريا الشمالية لتطوير برنامجة نووي وهذا سيزيد من التوترات الاقليمية والدولية طبعا الكلام ده على قلبنا ايه؟ زي العاسل اطور يا باشا نووي واضرب وخليها تخرب على دماغك ودماغ اللي خلي فوق يا معلم بقولك ولاد المجانين الاسبوع اللي فات بس عطلة نقاية الاسبوع يعني انت كل يوم جمعة كده وسبت بتقعد كده ايه؟ تتغدى مع الولاد بتقعد تعمل اكلة سمك حلوة تشرب لكوا بايتين شايف بالنعناع مش كده؟ بتروح ده تؤدي المدام عند امها وعند اهلها وتقعد معها مش كده؟ المعلمين عطلة نهاية الاسبوع اللي فات في كوريا كانوا بيعملوا ايه؟ ضربوا ثمان صواريخ باليستية عايشين في دانيا تانية محدش فيهم بقى بيقول ايه؟ يا علوة احنا عايزين عايش في أمان وفي استقرار عايزين يا علوة كيفية بقى حروب يا علوة؟ لا بيسعوا ان هم يقووا دولتهم مع انهم عندهم عقيدة فازدة ده بقولك بيعبودوا الواد البقلز اللي اسمه كوم جونج بونج ده بيعبدوه حرفيا وبيعملوا دول كل ده عشان خطر عيون احنا اهل العقيدة الصحيحة اهل الايمان اللي المفروض الكلام ده بالنسبة لنا يعني يبقى اللي هو مستحب ونسعى اليه الحرب والقتال مفروض الكلام ده نسعى اليه ويبقى على قلبنا زي العس لا شوف هم فين وإحنا فين عشان احنا تقاعسنا وجيبنا ورا وما بقيناش نعمل المفروض علينا شوفت باشا؟ هو فيك بالجديد ان شو الله شوفوا شكو بخير ما تنساش سيبراءة بتاعت سلام عليكم اشتركوا في القناة